بعدما كانت مجرد ممر لعبورها يتحول العراق إلى بيئة لإدمان المخدرات بحسب ما أقرت به لجنة الأمن والدفاع النيابية ما تسبب بإغراق الشباب العراقي في مستنقع فاسد أعضاء في اللجنة أضافوا مخدرات تديرها مافيات دولية متعددة الجنسيات تستغل ظروف أي بلد من أجل إغراقه وتحويله إلى مسارات لعبورها إلى بلدان أخرى وفي هذا الصدد كشفت تقارير دولية أن الميليشيات تقوم بتهريب المخدرات من سوريا ولبنان إلى العراق عبر المعابر الرسمية وغير الرسمية دون تعرضها للتفتيش كما أكدت تقارير عدة تورط النظام السوري وقسم من ميليشيات الحجد في العراق في تلك التجارة مشيرة إلى وجود ضباط ومنتسبين يتفقون مع المجرمين لتغيير تهمهم من المتاجرة إلى التعاطي لتخفيف الحكم عنهم لا يقف الأمر عند هذا الحد إذ أشارت لجنة مكافحة المخدرات النيابية إلى أن جهات محلية داخلية وإقليمية ودولية ومافيات ومتنفذين من جهات مختلفة تقف ضد أي جهود رومية لمكافحة المخدرات التي باتت تهدد المجتمع العراقي بشكل حقيقي في السياق اتهم رئيس حكومة كردستان العراق مسرور برزاني المجامعة المسلحة في إشارة إلى ميليشيا الحاشد بالتورط في المتاجرة بالمخدرات في مناطق شمالي العراق تبلغ إذن تجارة المخدرات في العراق حدا مخيفا ومرعبا بحسب مراقبين أكدوا أن نسبة تعاطي في ارتفاع حيث وصلت المخدرات لمدارس البنات في وقت تحاول وزارة الداخلية في حكومة الإطار عدم إظهار الحجم الحقيقي للكارثة بحسب لجنة مكافحة المخدرات والتي أكدت أن كمية المخدرات المعلن عنها في مدينة كاركوك وحدها تكفي لجعل نصف الشعب العراقي متعاطنا للمخدرات